اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وحسن الشيخ ومحمد طارق وفوزي ابو طالب وعبدالله بيبو ومحمود محمد وهاني شعبان وباسم لسيف وشعبان الاناوي ومصطفى قدري وابراهيم الشرقاوي واحمد سعد والكتش جمال الحاروني طبعا لا يقل عن تلتمائة أو تلتمائة خمسين متوقعون صحاعة بس طبعا عشان وقت البرنامج وانا بس اللي هم ايه اللي توقعهم اصحاب الاهداف كمان طبعا بنبارك ونهني للمرة الثانية عن ناديا الاهلي كابتن اكرام اخبارك الاول طبعا انت من اصحاب الناس لتوقع النتيجة واصحاب الاهداف كمان في هذه المباراة توقع صحيح وطبعا زي ما وعدنا جمهورنا جمهور البرنامج باستضافة اصحاب التوقعات الصعيدة على الهواف في الفقرة الاولى طبعا عايز اتكلم عن نادي الاهلي وهذه المباراة مباراة القمة الحقيقية بين قطبين كبيرين الاهلي والزمالك طبعا ببارك لجمهور مصر الاول سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك قدموا موراة كبيرة جدا 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 بفضل الله سبحانه وتعالى النادي الاهلي قدم عرض يالك بكورة مصرية جميل الزمالك بس ما ننساش ان الزمالك برضو لعب يعني وكان اكثر استحوازا لمجريات المباراة ولكن الاهلي فاز هو استحوز اه بس مين في الاخر كسب ماشي احنا بنقوله برضو لا نديره حقه برضو لا الزمالك عمل مباراة كبيرة جدا تمام طيب بالنسبة برضو للشكل التكتيكي والاداء الرائع للفريقين يعني مباراة في ابها اه اصورها ولكن اه عايزين نتكلم عن الفئة قليلة من الجمهور النادي الاهلي بالرغم من حبنا وتعديرنا وكياننا اه لجمهور النادي الاهلي ولكن فيها قليلة طبعا التحفيل الغير لائق على مواصل التواقع اه طبعا الاجتماعي بنرفض هذه الصور المسيئة والمشينة لتلك اه الاحداث فانت ايه رأيك في الكلام؟ طبعا اللي حصل بعد المباراة وشرطة لا يليك بفرحة لا الفرحة مطلوبة ما فيش مشاكل ولكن افرح بأدب افرح باحترام طبيعي لان فيه اسر بتتفرج على هذه الافرحة كل التنمر اللي حصل مع شيكبالا من الله يلا يصح او اللي حصل من كبت محمد مصطفى او من كاسونجو او مع اوليو باجي او مع حسين الشحات كل ده مرفوض تماما في المباراة الدولية ومش متعودين من جمهور النادي الاهلي يعني فئة مش عايزين نقوله جمهور النادي الاهلي فئة قليلة متواجدة او متسوسة او او لا تموت للرد بسلع عموما يعني تمام بس ان طبعا بنرفض هذه الصور طبعا علشان ما ينفعش بأي شكل من الاشكال ده مبدايا ده اساءة للكرة المصرية تمام ده اساءة كاملة للكرة المصرية وده ما بينهمش على جمهور الاهلي ولا جمهور الزمال طيب بالنسبة برضو رؤيتك للمباراة تيك تيكيا وادارتها من قبل المدريين الفنيين للفريقين اذا كان الاهلي او الزمال بالنسبة لموسيماني قدر يقسم المباراة لثلاث اجزاء الجزء الاول هو بدأ ضغط لحد ما جاب جون وبعد كده بدأ رتم المباراة يهدى بالنسبة للمدريين تمام ساب نص الملعب لنادي الزمالك فاستحوذ على المباراة بالنسبة حوالي من خمسين لخمسة وستين في المئة في شهر الاولاني تمام مما قدى الى هدف التعادل اللي احرزه شيكابالا بمجهود فردي مجهود فردي واضح هدف عالمي وهدف اوروبي يعني هو شيكابالا طبعا لعيب من طراز حديث وهو ده كمفاجئة المباراة وعايش اقول لحد ده بحاجة كماني فضل ان سبب خروج شيكابالا لاصابة فرق كتير جدا مع الزمالك تغيير شيكابالا يعني ما كانش في هذا الوقت طبعا هو طلع لاصابة هو ما كانش هيطلع هو طلع لاصابة شيكابالا من افضل وامهر اللعيبة في مصر بل ومش عايز اقول ان هو مكانه مش الدور المصري اوروبي ده شيكابالا الهدف اللي احرزه احنا هي حاجة محترمة جدا جون جامل جدا جون عالمي قدر ان هو يفوت وبمجهود فردي يحرس هدف ولا اروع تمام اي رأيك في الاداء التحكيمي لحكام المباراة ممتازين جدا 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 ما فيش غلطة حكم هادي تمام قدر يسيطر على المباراة من اولها لاخرها مفيش لعيب خرج على النص مم وده نجاح المباراة كلها تمام اه بالنسبة برضو سلوك اللعبين داخل الملعب فوق المتاز لأول مرة تشوف ان الاهل والزمالك متحددين مفيش تنشانا الناس شغالة كويس جدا جدا مفيش اي شيء تمام واللي بقى التوقع الصحيح ان انت توقعت اصحاب الاهداف كمان تمام افشة ويعني او افشة بقى له تلات مباراة بيسجل واعتقد كمان ان هو كمان سجل النهاردة سجل النهاردة برضو هدف التعادل مع الاتحاد وكان لسه قبلها جايب هدف مع المنتخب وهدف قبلها مع النادي الاهلي فهو الكرفة بتاعه بسم الله من شاء الله هل نقول ان افشة قادم ولا برضو لسه شوية افشة قادم بكوة تمام افشة قادم بكوة تمام يعني مش هيخد وقته يختفي لا 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 تتعطي طبعا من الدعبة اصحاب المهورات العالية كمان افشة تمام كان ايا بدوره دفاعي وهجومي في موقع النادي الاهلي على احسن ما يكون طبعا بنذكر سادة المشاهدين طبعا بفوز النادي الاهلي على الاتحاد السكندري بيهدفين مقابل الهدف وصعوده طبعا للمباراة النهائية النهائية لا مطلع الجيش هتبقى مباراة برضو صعبة ان شاء الله كده كابتن طارق العاشر من المدربين المحترمين جدا اللي بلعبه بطرق الدفاعية البحتة بالرغم من طارق العاشر عليه علامات الاستفام هذا الموسم بالأخص بس مدرب ناجح برضو على اي وضع مدرب ناجح من المدربين الناجحين اللي طبعا نكون لهم كل تأدير واحترام لكابتن طارق العاشر كابتن اكرامي كلمنا كده عن الاكاديميات اللي انت عملها في المحلة وافراز بعض اللاعبين الجيدين المميزين لانديت الدورة الممتاز عندي الاكاديمية بقالة حوالي عشر سنين اسم الاكاديمية المحلة سبورت تسويقية المحلة سبورت تسويقية وعلى ان شاء الله قريب فيه استارزا اكاديمي في الكاهرة قريب جدا اللعبة عندي الاكاديمية عندي افرازت عدد لبأس به من النجوم فيه النادي الاهلي فيه مقصة فيه المقاولين فيه الاتحاد فيه الاتحاد فيه في مولده 2007 ابرز اللاعبين ابرز اللاعبين احمد عصام الشهير بالولد الشائي تمام النادي الاهلي 2007 موين كيف احمد عصام 2007 مصطفى مجد الرشيدي 2004 مصر المقصة تمام زياد امام 2007 مقاولين العرب تمام فيه بعض اللاعبات كبيرة بقى اللي راحت انديها تانية عن طريق برضو هم دلوقتي حاليا انكبار جدا اللي في المنصورة واللي في بني عبيد أسماء أسماء فقرة كابتن اكرامي حابب تواجه شوك خاص في هذا المجال أولا بشكرك حبيب بقدرك انك دعتني للبرنامج وشرف ليه طبعا حبيب مرة تانية ببارك الاول بقى لنادي غزل المحلة بيتي صعود الدوري الممتاز بيهني كابتن خلد عيد وكابتن طارق غيدة ومجلس دارة غزل المحلة وبقول مبروك لمصر وجمهور النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب بمجلس إدارته ولعبته الرجالة لشرفه الكرة المصرية وان شاء الله قادرين ياخدوا كاس السوبر الأفريكي وكمان بإذن الله ياخدوا كاس العام الأنديا بإذن الله في ختم هذه الفقرة بشكر ضيفي الكريم العزيز الكابتن إكرام المصطفى مدير أكاديمية المحلة شكرا جزيلا